بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بطلاب الصف السادس وعوداً حميداً إن شاء الله نبدأ أول دروسنا في مادة المهارات الحياتية والأسرية بسم الله فلنبدأ المرحلة السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثالث المادة مادتنا الجميلة والمحبوبة لدى الجميع مادة المهارات الحياتية والأسرية موضوع درسنا لهذا اليوم أضرار التدخين الجزء الأول معكم المعلمة ويام عبد الرحمن أبو النجا نبدأ نتعرف سريعاً على مادة المهارات الحياتية والأسرية لدينا ثلاث وحدات الوحدة الأولى صحتي وسلامتي الوحدة الثانية مهاراتي في الحياة والوحدة الثالثة وحدة غذائي سوف نتعرف في وحدة صحتي وسلامتي على أضرار التدخين أيضاً سوف نتعرف على التسمم الغذائي أما في وحدتنا الثانية وحدة مهاراتي في الحياة سوف نتعرف فيها على ترشيد استهلاك موارد وممتلكات الأسرة الدرس الثاني الدعاية والإعلان وأثرهما على سلوك المستهلك الدرس الثالث إعادة استخدام المستهلكات أيضاً في وحدة غذائي سوف نتعرف إن شاء الله على التغذية السليمة نبدأ في أول وحداتنا وحدة صحتي وسلامتي سوف نتعرف في درسنا لهذا اليوم عن أضرار التدخين سوف نتعرف فيه على الأسباب المؤدية إليه أيضاً سوف نتعرف على أضراره الصحية وسوف نتعرف لاحقاً على الوقاية والعلاج أيضاً سوف نتعرف على أهداف الوحدة ككل نبدأ يتوقع من المتعلم في نهاية الوحدة أولاً أن يوضح بعض الأضرار الصحية للتدخين ثانياً أن يحذر من الأسباب المؤدية للتدخين ثالثاً أن يناقش العوامل المساعدة في حدوث التسمم الغذائي رابعاً أن يقارن بين صفات الطعام الجيد والطعام الفاسد خامساً أن يعلّل سبب تجنب تناول الأطعم الفاسدة أخيراً أن يوضح العوامل المساعدة في حدوث التسمم الغذائي سوف نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع من المتعلم نهاية الدرس أن أولاً يبين مفهوم التدخين ثانياً يوضح مفهوم الإدمان ثالثاً يشرح بعض أضرار التدخين رابعاً وأخيراً يحدد الأسباب المؤدية إلى التدخين سوف نتعرف في درسنا لهذا اليوم عن أضرار التدخين نبدأ بالمفاهيم الرئيسية لدينا مفهومان مفهوم التدخين أيضاً مفهوم الإدمان ماذا نعني بالتدخين يا سادس؟ أريد الاستماع إلى الإجابات؟ بارك الله فيكم مبدعين التدخين هي عملية إحراق عفواً هي عملية يتم فيها حرق مادة والتي غالباً ما تكون التبغ وبعدها يتم تذوقها أو استنشاقها هذا هو تعريف التدخين مرة أخرى تعريفنا للتدخين هي عملية يتم فيها حرق مادة ودائماً تكون غالباً ما تكون التبغ من بعدها يتم تذوقها أو استنشاقها نأتي للمفهوم الثاني مفهوم الإدمان ماذا نعني بالإدمان؟ أريد الاستماع إلى الإجابات بارك الله فيكم الإدمان يعد مرض مزمن يتفاقم عندما يتعاطى الشخص مواد من شأنها أن تكون لها طبيعة إدمانية مثل النكوتين مرة أخرى تعريف الإدمان يعد مرض مزمن يتفاقم عندما يتعاطى الشخص مواد من شأنها أن تكون لها طبيعة إدمانية مثل مادة النكوتين من خلال استراتيجية فجوة التعليم سوف نعرف سوياً كلمة التدخين ماذا نعني بالتدخين؟ نبدأ هي عملية يتم فيها فراغ مادة والتي غالباً ما تكون فراغ وبعدها يتم فراغ أو فراغ نعرفها سوياً هي عملية يتم فيها بارك الله فيكم حرق مادة والتي غالباً ما تكون مبدعين بارك الله فيكم التبغ وبعدها يتم بارك الله فيكم تذوقه أو استنشاقه هذا هو تعريفنا للتدخين ننتقل الآن أيضاً من خلال استراتيجية فجوة التعليم نعرف سوياً الإدمان ما هو الإدمان؟ نشاهد يعد فراغ مزمن يتفاقم عندما فراغ الشخص فراغ من شأنها أن تكون لها طبيعة فراغ مثل فراغ نعرفها سوياً الإدمان يعد بارك الله فيكم مرض مزمن يتفاقم عندما مبدعين عندما يتعاطى الشخص مادة من شأنها أن تكون لها طبيعة بارك الله فيكم إدمانية مثل النكوتين بارك الله فيكم هذا تعريفنا للإدمان ننتقل الآن نقرأ سوياً لا شك أن التدخين في العصر الحديث هو أشد الأوبئة انتشاراً وأكثرها خطورة وهو من الظواهر التي انتشرت في الكثير من دول العالم واتسعت لتشمل ملايين الأفراد من مختلف المستويات الاجتماعية ومختلف الأعمار والتدخين عملية يتم فيها حرق مادة غالباً ما تكون التب حيث يتم تذوق الدخان أو استنشاقه وما يصدر عن هذا الاحتراق هو مادة ذات تأثير مخدر مثل النكوتين مما يجعله متاحاً للامتصاص من خلال الرئة وتعد السجائر أكثر الوسائل شيوعاً للتدخين في الوقت الحالي يعد التدخين من أبرز الممارسات السلبية في الوقت الحاضر وقد أثبت الدراسات الطبية أن التدخين أحد العوامل الرئيسية المسببة لعديد من الأمراض بالإضافة إلى كونه مضيع للمال وقد نهانا ديننا الإسلامي عن الأضرار بأنفسنا قال تعالى وَلَا تَلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ تعرفنا سوياً أن التدخين عادا سيئة يجب أن نبتعد عنها أيضاً فيها إضرار بالنفس وهو عامل رئيسي لحدوث الأمراض للإنسان أيضاً فيها مضيعة للمال وقد نهانا دينا الإسلامي عنه ننتقل الآن مكونات السجائر نشاهدها سوياً أولاً تحتوي هذه السجائر على أربعة آلاف مادة كيميائية مئتان وخمسون من مئتان وخمسون مادة على الأقل نعرف أضرارها وستين مادة يعرف أنها مسبب رئيسي لمرض السرطان مرة أخرى تحتوي السجائر على أربعة آلاف مادة كيميائية مئتان وخمسون مادة على الأقل نعرف أضرارها ستون مادة من هذه المواد يعرف أنها سبب رئيسي لمرض السرطان ننتقل الآن عندما يدخن الإنسان فإنه يسمح بدخول مكونات ضارة إلى جسمه ومنها نشاهد المواد الضارة التي تدخل إلى الجسم عن طريق التدخين أول مادة هي مادة القطران ما هي مادة القطران؟ مادة لزجة تترسب في الحويصلات الهوائية وتحوي مواد هايدروكربونية مسببة للسرطان هذه أول المواد ثاني مادة مادة النكوتين وهي مادة سامة تستخدم في المبيدات الحشرية المادة الثالثة هي مادة أول أكسيد الكربون وهو غاز سام يقلص من قدرة الدم على حمل الأكسجين مرة أخرى نتعرف على المواد الضارة التي تدخل إلى الجسم عن طريق التدخين أولها مادة القطران هي مادة لزجة تترسب في الحويصلات الهوائية وتحتوي على مواد هايدروكربونية مسببة للسرطان ثاني مادة هي مادة النكوتين وهي مادة سامة تستخدم في تصنيع المبيدات الحشرية ثالث مادة وهي أول أكسيد الكربون هو غاز سام يقلص من قدرة الدم على حمل الأكسجين نشاهد سويا من خلال استراتيجية فجوة المعلومات نستنتج سويا على المواد الضارة التي تدخل إلى جسم الإنسان عن طريق التدخين نبدأ بالمادة الأولى ما هي هذه المادة؟ مادة لزجة تترسب في الحويصلات الهوائية وتحتوي على مواد هايدروكربونية مسببة للسرطان ما هي هذه المادة؟ أريد الاستماع إلى الإجابات بارك الله فيكم أبدعتوا مادة القطعان ثاني مادة مادة سامة جدا وتستخدم في تصنيع المبيدات الحشرية مبدعين بارك الله فيكم النيكوتين نأتي للمادة الثالثة غاز سام يقلص من قدرة الدم على حمل الأكسجين بارك الله فيكم مادة أول أكسيد الكربون بارك الله فيكم ننتقل الآن نشاط رقم واحد مستعينا بمصادر التعلم المختلفة أبحث عن أضرار غاز أول أكسيد الكربون على جسم الإنسان هنا نشاط نقوم به سويا نبحث على أضرار غاز أول أكسيد الكربون على الجسم من خلال وزارة الصحة نشاهد جميع الأمراض المسببة لدخول غاز أول أكسيد الكربون إلى جسم الإنسان ننتقل الآن الأسباب المؤدية إلى التدخيل هناك أسباب مؤدية للتدخين ما هي هذه الأسباب؟ نشاهد سويا الأسباب أول سبب هو التقليد من أسباب التدخين أول سبب هو تقليد الأصحاب ثانيا التجريب من باب التجريب أيضا من أسباب المؤدية للتدخين الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والأرق أيضا من الأسباب المؤدية إلى التدخين الأساليب الدعائية المضللة هناك أربعة أسباب مؤدية للتدخين مرة أخرى نعرفها سويا التقليد التجريب الاضطراب النفسي مثل الاكتئاب والأرق أيضا الأساليب الدعائية المضللة من أكثر أسباب التدخين تأثيرا الأصدقاء والفضول والبحث عن خبرات جديدة احذر فإدمان التدخين يتم بسرعة كما أن سرعة الإدمان تكون أكبر لدى الشباب نأتي الآن احذر الأساليب الدعائية المضللة انتشار التدخين بسبب بعض الدعايات المضللة الماكرة للترويج للتدخين فقد تأتي بأحد الأشكال نشاهد كيف يروج إلى التدخين أول طريقة من الطرق ترويج السجائر بنكهات مختلفة وتنويع حجم العلب وألوانها وتصمينها ثانيا إعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة ثالثا الإعلانات عن طريق ألعاب الفيديو وغيرها من الألعاب رابعا استخدام عبارات مضللة وخادعة مثل خفيف أو لطيف أو قليل الأطران أيضا أساليب العرض المبتكرة لمنتجات التبغ في المحلات التجارية والبقالات أيضا سهولة البيع من خلال المتاجر الإلكترونية أيضا الترويج من خلال الأفلام ومواقع التواصل الاجتماعي أيضا وضع حوافز لشرائها بالخصومات والعروض المختلفة نعيدها سويا احذر الأساليب الدعائية المضللة الماكرة للترويج للتدخيم فقد تأتي بأحد الأشكال الآتية إما أن تأتي ترويج السجائر بنكهات مختلفة وتنويع في حجم العلاب وألوانها وتصميمها ثانيا إعلانات عبر وسائل الإعلام ثلاثة الإعلان عن طريق الألعاب الإلكترونية رابعا استخدام عبارات مضللة مثل خفيف لطيف أو قليل الأطران أيضا أساليب العرض المبتكرة لمنتجات التبخ في المحلات التجارية أيضا سهولة البيع من خلال المتاجر الإلكترونية الترويج من خلال الأفلام ومواقع التواصل الاجتماعي وأخيرا وضع حوافز للشراء بالخصومات والعروض المختلفة ننتقل الآن تعرفنا في درسنا لهذا اليوم على تعريف التدخين مفهوم التدخين أيضا تعرفنا على مفهوم الإدمان ماذا نعني بالتدخين يا سادس؟ أريد الاستماع إلى الإجابات بارك الله فيكم أبدعتوا هي عملية يتم فيها حرق مادة ما هي هذه المادة؟ في الغالب تكون مادة التبخ وبعدها يتم تذوقه أو استنشاقه ثانيا ماذا نعني بالإدمان؟ ماذا نعني بالإدمان؟ بارك الله فيكم مبدعين يعد مرض مزمن يتفاقم عندما يتعاطى الشخص مواد من شأنها أن تكون لها طبيعة إدمانية مثل النيكوتين أيضا تعرفنا على محتويات السجائر تحتوي على أربعة آلاف مادة كيميائية أيضا يحتوي على مئتان وخمسين مادة على الأقل تعرف أضرارها أيضا يحتوي على ستين مادة مسببة لمرض السرطان أيضا تعرفنا على المواد الضارة التي تدخل إلى جسم الإنسان عن طريق التدخين مادة القطران وهي مادة لزجة تترسب في الحويصلات الهوائية وتحوي مواد هيدروكربونية مسببة للسرطان أيضا تعرفنا على مادة النكوتين وهي مادة سامة تدخل في صناعة المبيدات الحشرية أيضا تعرفنا على مادة أول أكسيد الكربون وهو غاز سام يقلص من قدرة الدم على حمل الأكسوجين أيضا تعرفنا على الأسباب المؤدية إلى التدخين أولها التقليد ثانيها التجريب ثالثا الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والأرق أخيرا الأساليب الدعائية المضللة هذه هي الأسباب المؤدية للتدخين مرة أخرى التقليد التجريب الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والأرق أخيرا الأساليب الدعائية المضللة نأتي الآن باستخدام مهارة سحب والإفلات وفق بين كل مادة والضرر الذي تلحقه بالإنسان لدينا هنا أكثر من مادة مادة الأكسوجين والنيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون ما هي مادة لزجة تترسب في الحويصلات الهوائية وتحتوي على مواد هيدروكربونية مسببة للسرطان ما هي هذه المادة؟ بارك الله فيكم أبدعتم مادة القطران بارك الله فيكم ننتقل للسؤال الثاني لدينا أيضا الأكسوجين والنيكوتين والقطران أو الأكسيد الكربون مادة سامة جدا تستخدم في تصنيع المبيدات الحشرية بارك الله فيكم مبدعين مادة النيكوتين أبدعتم ننتقل الأكسوجين لدينا أيضا والنيكوتين القطران أو الأكسيد الكربون غاز سام يقلص من قدرة الدم على حمل الأكسوجين بارك الله فيكم مادة أول أكسيد الكربون وبذلك قمنا بتحقيق أهدافنا لهذا اليوم قمنا بتحقيق يبين مفهوم التدخين أيضا حققنا يوضح مفهوم الإدمان أيضا قمنا بشرح بعض أضرار التدخين أيضا تعرفنا على الأسباب المؤدية إلى التدخين وبذلك انتهينا من الجزء الأول لدرسنا لهذا اليوم شاكرا لحسن الاستماع والإنصاط أراكم قريبا إن شاء الله شكرا للمشاهدة